كانت سيدة تغتاب الناس كثيرا وكانت لها صديقة تحضر إليها معظم الوقت ويتناولان أعراض الناس وحاول زوجها أن ينصحها أن ذلك حرام وأن ذلك سوف ينعكس عليها ويكدر صف حياتها لكنها لم تسمع النصيحة ولما زادت عليها المتاعب حيث أن ابنتها تقدم إليها مرات عديدة أكثر من عريس وبعد أيام ينفض عنها ولا تكتمل لها خطبة كذلك ابنها لا يذهب إلى مدرسته وكثر رسوبه كما أن هذه السيدة هي الأخرى تعرضت لمتاعب صحية والتهابات وآلام وعندما ذهبت للطبيب لم ينجح معها العلاج وظلت في آلامها والتهاباتها حتى أنها قالت لزوجها لقد تعيت من حياتي وأتمنى الموت ففكر الزوج في طريقة لعلاج الغيبة والنميمة التي أدمنتها زوجته والتي هي سبب كل هذه المتاعب فثبت الزوج كاميرا في صالون الضيوف التي تجلس الزوجة به وتتحدث وتغتاب الناس مع صديقتها فأخذ الزوج الكاميرا بعدها وأخذ يعرض صور وفيديوهات زوجته وهي تغتاب الناس مع صديقتها فانزعجت لما رأت نفسها في الكاميرا وهي تغتاب الناس فقال لها زوجها أنت منزعجة من دقائق قليلة سجلتها الكاميرا ألا تعلمين أن هناك ملكان يكتبان عملك وستلقين الله عز وجل به يوم القيامة ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وفي يوم من الأيام دخل الزوج عليها بهدية جميلة وقال لها عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين صامت على عهد رسول الله وأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنها هنا امرأتين صامت وإنهما قد كادتا تموتان من العطش فأعرض الرسول عنه ثم عاد فقال يا نبي الله إنهما والله قد ماتتا أو كادتا تموتان فقال الرسول ادعوهما فجاءتا فجيء بقدح فقال لإحداهما قيئي فقاءت من قيح ودم وصديد حتى قاءت نصف القدح ثم قال الأخرى قيئي فقاءت قيحا ودما وصديدا ولحما وغيره حتى ملأت القدح ثم قال الرسول إن هتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ثم شاهد معها تسجيلا لفيديو الغيبة التي تمت مع جارتها وقال لها هذه الغيبة سبب كل هذه المتاعب لأن المعاصي تحجب الرزق والسعادة وكل الخير بعد أن استمعت الزوجة حديث زوجها ومشاهدة ما دار بينها وبين جارتها عدلت مسارها وظلت تبكي وتصلي وتستغفر وبدلت تلك الجارة السوء بجارة أخرى حافظة لكتاب الله والكثير من الأحاديث النبوية الشريفة وكلما جاءت هذه الجارة التقية أجلستها في نفس الصالون ولكن الجارة كانت تتلو القرآن وهي تستحضر رقابة رب العالمين وقد تعاهدت الزوجة والجارة بتلاوة القرآن كل يوم لمدة نصف ساعة مع حفظ آية فاتبدل بعد ذلك حالها وشفيت من الأمراض وتزوجت ابنتها وذاكر الإبن ونجح ورفرفت السعادة على البيت بعد أن راقبت الزوجة خالقها وأصبحت دائما في معيته فتاة جميلة من أسرة فقيرة ملتزمة بطاعة الله وتعيش لإرضائه وتدعوه دائما أن يخرجها وأسرتها من ذل الفقر وأن يثبتها ويديم عليها نعمة الصبر تقدم لهذه الفتاة رجل ثري للزواج بها وعندما سأل والدها عنه علم بأنه لا يصلي واستولى على إرث إخوته ويمتاز ببخل شديد ومع ذلك أقنع ابنته بالموافقة حتى تخرج من الفقر الذي تعيش فيه وبأنها ستستطيع تغييره للأفضل بدينها وصبرها الجميل الذي تعودت عليه معهم فوافقت الفتاة وقالت أبيها لعل في الأمر خيرا وسأكون دائما دعية للخير كما أمر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم والذي قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وبعد الزواج حاولت الزوجة إصلاح زوجها وكثيرا ما توسلت إليه كي يصلي ويترك المعاصي وأصدقاء السوء وأن يعطي إخوته حقوقهم ولكنه في كل مرة تحدثه في هذه الأمور كان يعتدي عليها بالسب والضرب فكانت تتحمل وتصبر وتدعو الله أن يهدي زوجها ويصلح من أمره وبعد أشهر من الزواج أخبرها الزوج أنه سيغيب عن البيت يومين لعمل هام فاتصلت الزوجة بأمها بعد أن شعرت بألم كبير وعندما جاءت الأم ومعها الطبيب عارفت الزوجة بأنها حامل ففرحت كثيرا وشكرت الله على عطائه وفضله وتمنت أن يغير هذا الخبر السعيد حياة زوجها لحمد الله وحسن عبادته وطلبت من أمها أن لا تخبر أحدا بموضوع حملها حتى يعود زوجها وتفاجئه بالخبر السعيد أثناء غياب زوجها اتصلت بإخوته وطلبت منهم التنازل عن القضايا التي في حق زوجها ووعدتهم بأنها ستقنعه بإعطائهم حقوقهم ويكون الحل وديا وطلبت منهم الحضور بعد يومين عند عودته فوافقوا على طلبها لأنهم يعلمون مدى صدقها وبعد يومين وأثناء ما كانت الزوجة تصلي المغرب عاد زوجها وظل ينادي عليها وعندما عادت بعد دقائق مبتسمة وتريد أن تخبره بالنبأ السار أسرع إليها واعتد عليها دون أن يعرف سبب تأخرها عليه فأغمي على الزوجة وسقطت على الأرض وظن الزوج أنها ماتت فاحتار وظل ساعة يفكر في مصيره المظلم وفي هذه الأثناء رن جرس البيت وفوجئ عندما شاهد إخوته يدخلون عليه بالهدايا ويحتضنونه ويخبرونه بأنهم تنازلوا عن القضايا التي قدموها ضده بناء على طلب زوجته ثم سألوه عنها فأخذ يبكي ويقول لقد افتقدت هذه الزوجة الصالحة التي لم أقدر قيمتها فوجئ الإخوة بالزوجة ساقطة على الأرض فابتسمت شقيقته وعطرت الزوجة ببعض العطر وعندما أفاقت الزوجة تناست ما حدث وابتسمت وقالت لإخوة زوجها لقد أغمي علي بسبب الحمل فأنا في أول شهوره فرح الإخوة كثيرا وقدموا لها التهنئة وكم كانت سعادة الزوج برؤية زوجته على قيد الحياة وبعلمه بقدوم أول مولود له وبتنازل إخوته عن قضاياهم ضده وعودتهم لبيته فأسرع يتوضأ ويصلي ويدعو الله أن يسامحه عن كل ما مضى واعتذر لزوجته عن كل إساءاته لها وأعطى إخوته حقوقهم واستدهشة وفرحة الزوجة الصابرة التي تقبل الله دعاءها إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فاجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون